اشتركوا في القناة وقرار الباجي قيد السبسي تكوين ائتلاف مع حركة النهضة والنداء وترسخت هذا التفاهم بينهما بعد ان اصبح حافظ قيد السبسي الرجل المتحكم في النداء وذلك بنجاحه في ابعاد معظم مؤسسي الحزب كانت طرفان في صحفة العسل لكن كل واحد شيطان في جيبو كما يقول في تونس ولم يكن الرجلان يطمئنان لبعضهم البعض كان الغنوشي يعتقد ولا يزال بان علاقته اساسا برئيس الدولة ويحترم فيه شخصيته القوية وخبرته الطويلة ولهذا قرر ان يثق فيه كليا وفي نفس الوقت كان ينظر لحافظ كشاب مبتدأ في السياسة ولا يشبه اباف الحنكة والمكانة اما حافظ فيبدو انه كان كثير الاستخفاف بالغنوشي وبحركة النهضة ولا يثق في شركائه وحاول ان يستثمر الى الاقصى حاجته الشديدة للنداء اي حاجة النهضة للنداء وكان دائما يذكر اصحابه والتونسين بان حزبه ليس في تحالف مع النهضة التي يعتقد بانها شبهة يجب التبرع منها بالاستمرار في الوقت المناسب وقد صرح مؤخرا بان حزبه وحده القادر على ضمان الاستقرار في مواجهة الاسلاميين كانت الضربة الاولى لهذه العلاقة بدأت بالهزيمة التي منيها بها حزب النداء تونس في انتخابات المانيا والتي فسرها البعض بكونها خيانة من النهضة ثم كانت الضربة ثانية في الانتخابات البلدية حيث تراجع وزن النداء كثيرا وكاد ان ينهار في حين ان النهضة بقيت متماسكة وتصدرت المشاة ثالثا واليوم تزداد الهوى بين الرجلين في الموقف من ازاحة الشهد الغنوشي متمزك به وحافظ يريد ازحته مهما كانت التكاليف ويكفي الاشارة الى ان تدوين حافظة الاخيرة هي رد عنيف على موقف النهضة التي رفضت ايقالة الشهد حفاظا على الاستقرار واخذا بعين الاعتبار مطالب اصدقاء تونس بينت الاحداث ان ابن الرئيس لم يكتشف بعد الشخصية الحقيقية لشيخ الغنوشي الذي لا ينسى من يسيء اليه واذا كان حافظ قايد السبسي ينوي خوض غمار الانتخابات الرئاسية في 2019 عليه ان يتأكد بان النهضة لن تساعده على ذلك ولن تقف الى جانبه فهي ستكون في طريق غير طريقه حينها سيضرب كل واحد منه على دراب وينتهي يومها زواج المتعة اشتركوا في القناة